وصف توقيع الاتفاق على أنه لحظة تاريخية واتفاق تاريخي هل من الإنصاف القول بأنه تاريخي بالفعل وأن السودان تجاوز الأزمة؟ بالطبع هذا الاتفاق يمكن أن يمثل خطوة إيجابية وخطوة إلى الأمام في طريق طويل وشاق وبه كثير من الألغام التي يمكن أن تحصب بهذا الاتفاق هذا الاتفاق لا يعد إلا أن يكون هو عبارة عن إعلام مبادي أو هو إطار عام للأسس التي يجب أن تكون عليها المرحلة الانتقالية وعلى علاقة ما بين المجلس العسكري الانتقالي وما بين قوى الحرية والتغيير هذا في مجمله لكنه يفتقر إلى التفاصيل يفتقر إلى قضايا كثيرة جدا أثارها من يعترض على هذا الاتفاق هو في ذات الوقت يمكن أن يكتمل بإعلان المرسومة الدستورية ما لم تخرج الوثيقة الدستورية يظل هذا الاتفاق معلقا غير ساري لأنه إعلام مبدي إطاري لكنه الإيجابي فيه قطع الشكوك حول إمكانية اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خاصة وأن أطرافا كثيرة كانت تعمل لتعقيد الأزمة ولتعقيد التقارب بين الطرفين طيب حتى لا يكون الكلام عاما قلت أنه بداية طريق طويل وفيه الغام أهم الاعتراضات أو الإشكالات على هذا الاتفاق أهم الاعتراضات على هذا الاتفاق أولا أنه معمم خالي من التفاصيل وكما نقول أن الشيطان في التفاصيل ستطل رؤوس شياطين كثيرة في التفاصيل مرتبطة بكيف تتم إدارة المرحلة الانتقالية ما هي وضعية الأجهزة الأمنية والعسكرية والمليشيات المسلحة ما هي قضايا السلام لأنه أشار إليها إشارة عامة وهذا ما جعل الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وجنوب كردوفان ترفض هذا الاتفاق وتقول أنه لا يخاطب قضايا هذه المناطق هذه قضايا مهمة وحيوية لا بد من مخاطبتها ولكن سيد فايز في الفصل الخامس سيد فايز لو سمحت لي في الفصل الخامس مهام المرحلة الانتقالية ضمن الوضع للتحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردوفان بالتشاور مع الحركات المسلحة هم موجودون في هذا الاتفاق باختصار حتى تحول إلى سيد مالك نعم هم موجودون على مستوى العلاقات العامة لكن على مستوى الفعل هم كانوا جزء من الحرية والتغيير وأعلنوا اليوم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الرفضهم لهذا الاتفاق هذا ما أعلنته الجبهة الثورية التي تضم عدد من الفصائل المسلحة التي كانت هي جزء من الحرية والتغيير قالت إنها لم تكن جزء من هذا الاتفاق بأنه لم يتم مشاورتها في التوقيع على هذا الاتفاق بالرغم من أنه كانت هناك لقاءات ولا تزال بين ممثلين من قوة الحرية والتغيير والحركات المسلحة في العاصمة أديس أبابا